اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح اجرى المهندس خالد الفانح وزير الاستثمار زيارة رسمية الأسبوع الماضي إلى بريطانيا وخلال هذه الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من مسؤولين في القطاعين طبعا الحكومي والخاص وفي كبرى الشركات البريطانية في مختلف القطاعات كالخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم وصناعة المواد الكيميائية والفندقة والضيافة وتصنيع السلع الاستهلاكية وغيرها وقال الفالح بهذه المناسبة أن رؤية المملك 2030 هي خطة تلموية طموح وجريئة في الوقت ويتقدم فرص استثمارية غير مسبوقة للمستثمارين من حكومات وشركات وأفراد موضح أن هناك أكثر من 600 شركة بريطانية تعمل في المملكة ونطمح طبعا من خلال الزيارة واللقاءات المماثلة إلى زيارة حجم الاستثمارات البريطانية في المملكة العربية السعودية دون أدنا شكلنا زيارة موافقة لمعاني الفالح لبريطانيا سيم أن هذه الدولة دولة ومن ما بنسبة لنا علاقات استراتيجية تعود إلى ما قبل الستينيات يعني سفارة المملكة فتحت في لندن 1930 إذن علاقة متجذرة هذا متفقين عليه بريطانيا أيضا عضو في مجموعة دول عشرين وهذا أيضا أمر مهم ونحن كمان أعضاء مملكة العربية السعودية أعضاء مهمين وبالتالي تلاقي الأفكار حقيقة في كثير من المجالات أولا عندنا طبعا توافق سياسي في أمور كثيرة وهذا ليس موضوع موضوع الاقتصادي لكن حقيقة كثير من المشاريع اللي ممكن نحن تخدمنا فيها بريطانيا يعني متطورة في هذا الأمر دورة متقلمة عظمى في الشكل في التقنية في التعليم في الخدمات المالية تخيلوا في التمويل الأخضر إيش بطم الأخضر ده؟ تمويل الأخضر هو ده اللي يمول المشاريع اللي هي لا علاقة بالبيئة صديقة للبيئة صح التعبير إذا أنا أعتقد أيضا بوجود 30 ألف مواطن بريطاني عموا في سعودية واستثمارات يعني وشركات أكثر من 17 مليار دولار هذه مبالغ ضخمة وأكثر من 200 شركة إذن هذه الزيارة هي إن شاء الله ستجلب المصلحتين وين وين على ما يقوله مكسب مكسبة للبريطانيين ولمملكة العربية السعودية بإذن الله تعالى لنحقق رؤية المملكة 2030 بتعزيز الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة بوضوح ألقاكم ترجمة نانسي قنقر